مرحبا بكم في قناة تحفة يوب أخبار اليوم لماذا تم إلغاء زيارة بن سلمان للجزار وتأجيلها إلى إشعار غير معروف فماذا حدث بالتفصيل ومشكلته مع فرنسا وإن هي العلاقات الجزائرية السعودية حاليا والحلف القوي متى يكتمل بداية وفي خطوة مفاجئة وغير متوقعة توقفت وتم إلغاء زيارة بن سلمان إلى الجزار وهي حاليا معلقة ومؤجلة إلى إشعار غير محدد خاصة بعد مشكلة طفاة العلاة لبن سلمان في فرنسا وطبعا تأجيل زيارة لن يؤثر إطلاقا على العلاقات المتينة بين الجزائر والمملكة السعودية بالنظر لقوة العلاقات والمشاريع الضخمة والمصالح المشتركة نهيك عن توجه المشترك في المواقف من عدة قضايا ومساندات السعودية للجزائر في المحافي الدولية العكس أيضا صحيح من طرف الجزائر التي تساند المملكة السعودية إذ أنهما دولتان قادمتان بقوة مع تحالفات يصعب مواجهتها أما وبخصوص زيارة التي انتهت فجأة دون أن يتم ختمها بالجزار فقد كشفت صحف محلية وأجنب يسير وراء الخرجة هذه إذ كان كشف موقع أفريقا أنتليجونس في وقص سابق أن ولي الأهد المملكة السعودية كان سيقوم بالزيارة الرسمية إلى الجزار ولم تعلن رئاسة الجزائرية ولا دوان الملكة السعودية عن هذه الزيارة كما أن وكالت الأنباء الرسمية من البلدين لم تشير إلى الموضوع ودلت مقتصرة حصرا على صحف شاهيرة إذ أنهى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الزيارة التي قادته إلى فرنسا ليعود مباشرة إلى المملكة السعودية وفي هذا الصدد كشفت صحف الاستقصاء الفرنسي لدى صحيفة لوفيغارو جورج ماربرونو أن محمد بن سلمان قام ليلة 28 نجويلة 2022 بتأجيل زيارة التي كانت ستساقده إلى الجزائر صباح اليوم التالي ونقل ماربرونو عن مصدرين فرنسيين أن محمد بن سلمان تأخر لزيارة من 30 دقيقة على العشاء مع مكرون فيما انتهى العشاء ببعض توطر من جانب هذا الأخير وقال الصحف المتخصص بشأن الشرق أوسطي نقلا عن مصادر مقربة تسأل بعض الوزراء السعوديين خلال العشاء مع نظرائهم الفرنسيين عما يفعلونه هناك وتعكر صفو زيارته ولقائه مع مكرون بتوتر شديد تلأه فجأة تأجيل له الزيارة إلى الجزائر فما رأيكم في ذلك؟ هذا وبخصوص الخطوة التاريخية من الجزائر والسعودية التي أدهجت العالم أخبار اليوم المشاريع الجزائرية السعودية تصنع الحدر وست مارات ضخمة من السعودية على الأراضي الجزائرية بملايار دولارات ولن تصدق عن كيف ستتحول بعض المناطق بداية يزدل التقارب الجزائر السعودي يوما عن يوم إلى درجة كون هذا التحالف بات منافسا لعدة جهات والبلدان يعملن بمصالح مشتركة وستمارات هائلة تمكن من تغيير الكثير في أرض الواقع والبداية أولا مع المشروع الاستثمار الفلاحي في مدينة المليعة وهو أكبر مشروع الاستثمار الفلاحي حاليا بالمنطقة بشاركة جزائرية سعودية صاحب المشروع هو الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز السعود حيث يزدد اهتمام المستمرين السعوديين بالاستثمار في الجزائر يوما عن يوم خاصة مع التسهيلات التي وضعتها الدولة الجزائرية أمامهم وكذا نظير العلاقة الاستثنائية التي تجمع الجزائر والسعودية فهناك مشروع هو الأضخم وصنع الحدث تخطى هذا الاستثمار سعودي مليار ونصف دولار حيث أن الشركة السعودية الجزائرية للإستثمار وهي إحدى أهم الشركة الحكومية المملكة منصفة بين الجزائر والسعودية ناشطة في مجال السياحة والصناعة والغداء ثلاث مشاريع ترتبط بإنشاء قرى سياحية وستيمول وفندق تتواجد حاليا قيدة تنفيذ وتحليلا بولاية قسنطينا وبجايا وسكيكدا ويأتي ذلك في وقت استكملت أسيكوم مشاريع مرتبطة بالإيجار المالي وإنتاج طوب وأخرى بالبناء والحديد مع العلم أن قيمة الاستثمار السعودية في الجزائر تتجاوز 1.5 مليار دولار في حين تعد أسيكوم أحد أوجه الاستثمار سعودي الحكومي في الجزائر إذ أن العلاقات السعودية الجزائرية المميزة هي ما تسهل وتفتح الباب لمثل هكذا استثمارات ووفقا للشروق عدم لف شراك الجزائرية السعودية للوجهة بعد إطلاق الاستثمارات في قطاعات عدة كسياحة والسكن والصحة والبيتروكيميا والأدوية والأغذية وهو الرقم الذي يسعى الطرفان الجزائر والسعودي لمضاعفته وللتذكر فإن أول زيارة للرئيس بون خارج الوطن كانت إلى المملكة السعودية مباشرة بعد فوزه بمنصب الرئاسة وتلك أحدى دلالات العلاقة المتينة والتوجهات والمصالح المشتركة وتنوع وانفتاح الجزائر على العديد من الدول سيسهم في تطور ملحوظ على أر الميدان وكاد انتعاج الاقتصاد وطفرة في البنية التحتية ومن بين مشاريع أسيكم التي تزال قيد تنفيد مشروع قيد سياحي التي تزال قيد تنفيد مشروع قرية سياحية بسكيكدا برأس مال قدره 77 مليون دولار تساهم فيه الشركة بنسبة 52% ومشروع مركز تجاري في ولاية قسنطينة برأس مال قدره 53 مليون دولار تساهم الشركة فيه بنسبة 67% وشركة شيفا مشروع سطوير فندق بولاية فيكا بنسبة 100% وتستمثل مشاريع أسيكم التي تدخلت النشاط في مركز تجاري سيتيزنز بالعاصمة برأس مال قدره 33.4 مليون دولار تساهم فيه الشركة بنسبة 51% وشركة استغلال سلسلة من المساحات التجارية الكبرى برأس مال 6.6 مليون دولار تساهم فيه الشركة بنسبة 26% وشركة انتاج طب الأحمر المخصص للبناء برأس مال قدره 15.4 مليون دولار تساهم فيه الشركة بنسبة 34% وشركة مخصص للإيجار المالي برأس مال قدره 32.1 مليون دولار تساهم فيه أسيكم بنسبة 6% وشركة أعمال بناء بالعاصمة برأس مال قدره 184 ألف دولار تساهم فيه الشركة بنسبة 70% وشركة تشكيل صناعي للحديد برأس مال 10.7 مليون دولار تساهم فيه الشركة بنسبة 51% فما رأيكم في ذلك؟ هذا وفي خبر منفصل أخبار اليوم ماذا قال محلل سعود عن الجزائر والفوائد العظيمة التي ستعود عليها بعد رفعها لأسعار الغاز والنيفت في السوق الدولية وتهاتف الدول الأوروبية عليها بداية يشير العديد من المحللين والخبراء إلى أن الجزائر مقبلة على قفزة كبيرة في اقتصادها وحتى فائدها الكبير في الميزانية لعدة عوامل وهذا ما أكده الخبر سعود نيف الدندني خاصة مع النهج الجديد للجزائر واعتمادها على الشركة محلية بعد أن طردت وأنهس عقودها مع الشركة أجنبية خاصة الفرنسية منها بالإضافة لبحثها عن حلفاء بمصالح مشتركة واختيار الأنسب والأفضل لمصلحة الوطن وبخصوص مقاله الخبر سعود نوف الدندني حول الفائد الضخم المتوقع في ميزانيتها لعام 2022 بعد ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير وحتى الارتفاع الكبير لأسعار الغاز وقال الدندني في تغريدة على تويتر الجزائر مقبلة على فائد كبير في الميزانية مرجعا ذلك إلى اعتماد الميزانية على حساب متوسط سعر النفط عند 45 دولار للبرميل 1 دندني بالقول أسعار النفط الحالية تساعد الجزائر على سقل صدين العام وزيادة الإنفاق الحدومي وضخم استثمارات في صناعة النفط والغاز بقيمة الجزائر تستمر وتعزز موقفها في أسواق الطاقة العالمية وتجاوزت أسعار نفط عسبة 100 دولار للبرميل منذ عدة أشهر وتقفز لأرقام جدالية متأتراسا بتدعيات ما يفعله الرسم آخر ويمكنها من استثمار الأرباح والأنفاق بأرياحية أخبار اليوم لماذا تم إلغاء زيارة بن سلمان للجزائر وتأجيلها إلى إشعار غير معروف فماذا حدث بالتفصيل ومشكلته مع فرنسا؟ وإن هي العلاقة الجزائرية السعودية حالياً والحلف القوي متى يكتمل؟ بداية وفي خطوة مفاجئة وغير متوقعة توقفت وتم إلغاء زيارة بن سلمان إلى الجزائر وهي حالياً معلقة ومؤجلة إلى إشعار غير محدد خاصة بعد مشكلة طفاة العلالة بن سلمان في فرنسا وطبعاً تأجيل زيارة لن يؤثر إطلاقاً على العلم إذا عجبك الفيديو اشترك في قناة تحفة يوب ولا تنسى الإعجاب والتعليق ترجمة نانسي قنقر